السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اليوم من دا نعمل 4 وصفات حالة من دون فرن لمحبي الشوكولة كمان كتير سهلين وطيبين حنعمل حالة طبقات لسنيكرز البارد الليزي كيك وحنعمل كراد جوز الهند واخر وصفة هي حالة الكاسات بالكيك الجاهز مع صص الشوكولة واللوز قبل ما نبدأ اذا منكم مشتركين بالقناة وحبين تاخدوا فكرة سريعة قناتي بنزل فيها وصفات طبخ متنوعة ومجربة بمكونات بسيطة وبطرق سهلة وبتنفع حتى للمبتدئين وحب اعرف شو عابلكون يكون الفيديو الجاية اربع افكار بفيديو واحد اكتبوا لي عنوانا بالتعليقات اول وصفة هي حالة لسنيكرز البارد طعمه رائع وطريقته سهلة جدا اول طبقة هي تناك كيك جاهز بدنا نحطهم بالصينية بدنا نحط عدة ملاعق من الحليب السائل حتى يرطب شوي تاني طبقة بالخلاط بدنا نحط خمس حبات جبن كيريا علبتان قشطة نترك نص علبة منه للطبقة التانية ظرف دريم ويب ظرف كرام كارامل واربع ملاعق اكبار حليب سائل نخلط المكونات منيح حتى يبطل عنا تكتلات من حتى فوق الطبقة الاولى كل التفاصيل موجودة بصندوق الوصف اسفل الفيديو والوصفات كلها هتكون مكتوبة طبقة الثالثة هي بسكويت سادم غمس بشوية حليب طبقة الرابعة هي اربع حبات سنيكرز مع نص علبة الاشطة اللي تركناها مسبقا بدنا ندوبهم بحمام مائي على البخار حتى يدوبوا بشكل كامل ويصيروا بهد القوام منوزع سوس الشوكولة على البسكويت ونوزعها بشكل متساوي من كل الجهات منفوت الصينية على البراد على الثلاجة يعني مش الفريزر لمدة اربع ساعات حتى تبرد عنا بشكل كامل بعد اربع ساعات بتكون جاهزة للتقطيع منقطعه ومنقدمه مباشرة متل ما شايفين طبقات شكلهم كتير حلو والطعم رائع الطعم كتير سلس وناعم بالتم كتير بنصحكم جربوه وهلأ مننتقل للوصفة التانية وصفة الليزي كيك هالوصفة من اسهل الوصفات وقطيبة نبدأ بتلت ربع كوب سكر وربع كوب كاكاو بودرة غير محلة نخلطهم مع بعضهم وبدنا نضفهم نصف كوب من الحليب السائل بالخفاء اليدوية نخلطهم مع بعضهم منيح وبس ينخلطهم منيح منضوي النار تكون النار هادية مبنى قوية ونضيف عليهم نصف كوب من الزبدة منحركهم مع بعضهم منيح حتى يدوبوا المكونات سوا بس الدوب المكونات عنا بشكل كامل بتضيف اربع قطع شوكولات كبار عم بستعمل هون شوكولات سوداء فيكم تستعملوا ايا نوع بتكونيه وفيكم كمان تكتروا اكتر شوكولات منحركهم شوي مع بعضهم ما منكتر هنه دغري بيدوبوا على الحرارة اذا بتكون تستعملوا شوكولات حلوة اكتر بتكون تخفيفوا السكر شوي بالمقابل حتى ما تطلع كتير حلوة عندي هون علبتان دايجستف بيطلعوا 34 قطع العلبة وزنة 250 جرام كل التفاصيل مكتوبة تحت بصندوق الواصف اذا بتكون تستعملوا بسكويت سادة بتكون عدد قطع اكتر بيدنا منكسر كل قطع البسكويت حتى نحصل على حجم ما يكون كتير كبير وما كتير كتير نائم بعد ما يتكسر كل البسكويت عنا هلأ فينا نضيف سوس الشوكولات ما منضيفها ابدا هي وصخنة منضيفها بس تدفى شوي حتى ما يتشي البسكويت عنا ويعجن نخلط السوس مع البسكويت سوا ويفضل باليد منقدر نعرف القوام اذا بدنا سوس اكتر او اذا بدنا بسكويت اكتر وهي دا الشكل النهائي اللي بدنايا هاستعمل هون ورق زبدة اذا ما متوفر انتكون ورق زبدة فيكن النايلون اللي منغلب فيه القطعيمة وبالحالتان اذا كنا عم نستعمل للنايلون او ورقة الزبدة فوقها منحط طبقة تانية من ورق الالمينيوم حتى يحفظوا من الحرارة اكتر منفوتهم على الفريزر حتى يجملوا بشكل كامل نرجع منطلعهم بس يكونوا سهل تقطيعهم منقطعهم ليكونوا جاهزين عنا القطع وهيك الشكل النهائي وبعد التقطيع القطع كتير شكل حلو والطعم كتير طيب طعم الشوكولات واضح كتير بهيدي الوصفة كتير بنصحكم جربوها الوصفة التالتي هي كورات جوز الهند بالشوكولات بنبدأ بمئتان جرام بسكويت سادة بدنا نطحنه بشكل ناعم بهيدا الشكل نضيفه علي خمس ملاع اكبار كاكاوبودرة غير محلة وثلاث ملاع اكبار برش جوز الهند نخلطهم مع بعضهم ونضيف ثلاث كوب زبدة من دوبينا ونضيفه عليهم ونحرك بيلزم لنا من ثلاث ترباع علبة لعلبة من الحليب المكثة في المحلة انتو بلشوا بنص قلبي حركوا وخلطوا ورجعوا وضيفوا شوي شوي حتى توصلوا للقوام المطلوب دايما بلشوا بالقليل بعدين كتروا شوي شوي حتى ما توصلوا بمحل يكون صعب الرجع منه هيدا القوام النهائي اللي بدنا هي بدنا يكون ماسك ع بعضه ومنه رخو فينا نمسح ايدينا بشوية زيت نباتي ونبلش نكور الكرات هيك ما بيلزقوا على الايدان وضغري بصير بيلزق عليهم جوز الهند ونكمل على كل الكرات بهذا الشكل حتى نخلص كل الكرات اللي عنا متل ما شايفين بيعملوننا عدد كبير وكتير سهلين بضايق بيجهز معنا منبردو بيتقدم بارد كتير سهل وكتير طيب بنصحكم جربوه اخر وصفة هي حلق كاسات بالكيك الجاهز وصص الشوكولة واللوز نخلط ثلاثين كوب من الحليب المكثة في المحلة مع ثلاث ملاعق كبار من الكاكاو سوا منضيفه عليهم ملعقتين كبار زبدة ونشغل النار تكون كتير هادية حتى الدوب الزبدة عنا عندي هون كوب لوز محمص ونكسر فيكن تقلوا فيكن تحمسوا منضيفه عليه سوس الشوكولة ونخلطهم مع بعضهم نكسر بالحليب السائل بلزم لنا ملعقتين كبار حليب سائل اذا لازم لكم اكتر بتضيفه على النظر هو الحليب بس تنكسر السوس اذا شدد شوي معنا نحنا عم نخلطه مع اللوز هالسوس كتير سريعة بتخلص معنا بضاقتين وكتير طيبة مع اللوز اللي فيها فيكن تستعملوها لكتير حلويات هيدا القوام النهائي اللي بدنا يا ما بدنا ياها تكون كتير شدة لانه نحنا بدنا نقسم بردة بعدين لطبقة الكيك عندي هون كيك جاهز طعم الشوكولة وزنه 200 جرام بدي اطعب هيدا الشكل وضيف عليه ربع كوب حليب سائل وبخلطه نسوا مع بعضهم حتى نحصل على قوامة ماسك بدي اضيف عليه ملعقة كبيرة كاكاو بودرة غير محلة بيعطينا طعم شوكولة اقوى ملعقتين كبار زبدي مدوبينة نخلط المكونات منيح مع بعضها ونتضواء بتصيروا انتو بتضيفوا عن نظر اذا لزوم لكم شي هي بس الفكرة انو نعمل حالة كتير سهل بيخلص معنا بضقايق ونحط اول طبقة من الكيك بالكاسات بعدين السوس بعدين تاني طبقة من الكيك بعدين السوس وهيك بيكون جاهز عنا فعلا ما بياخد تحضير ابدا والطعم كتير كتير طيب فيكن تكلو هيك وفيكن كمان تبردو اطيب بس يتبرد ويمسك على بعضه اكتر وهيك بيكونوا خلصوا وصفاتنا ما تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات شو الوصف اللي حت جربوها تعطوني رأيكم فيها بس تجربوها صحتان وهنا